على كل هذه الطريقة العصرية من خلال غرف البالتوك نعمة إذا استغلت جيدة ولكن الذي يكون فيها أناس مجهولون ولابد للمجهول أن يعرف أو أن يعرف وهذا يكثر في بعض الناس الذي يفتح له غرفة ويدرس وهو لا يعرف عنه تعلم للعلم وليس له شيوخ في العلم ربما يكون يقرأ أو هكذا وقيل قديما من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه ولربما كان كتوم الحكيم الذي لم يفرق في علاجه بين قراءة الحبة السوداء بالحية السوداء فرام نفعا فضر من غير قصد وإن من البر ما يكون عقوقا فانتبهوا من بعض الناس الذين يشاركون ويكون لهم دروس جزاهم الله خير على حرصهم ولكن من أنتم عند من تعلمتم من من تلقيتم أتى عن سلمان الفارسي كما ذكر ذلك الدارمي في مقدمته لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس وهذا يدل على تسلسل العلم وانتساب الطلاب إلى أهل العلم والتلقي عنهم هذه فقط ملاحظة وتنبيه أردت أن ننبه الجميع بها وفق الله الجميع لطاعته وصلى الله وسلم على محمد اشتركوا في القناة